بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الانبیاء و أفضل المرسلين سيدنا و مولانا عب القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه و على أهل بيته تيبين طاهرين المأسومين الجواب عن المحاذير الثلاثة والجواب أن ما أدعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل و ذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته بحثنا كان في الجنب بين الحكم الواقعي و الظاهري هذا البحث المعروف الذي اشتغل به أفكار كثير من علماء الأصول و كما قلنا في حلقة القابل هناك ثلاث إشكالات على جعل الحكم الظاهري أو على حجية الذن الخاص إشكال الأول كما قلنا مستشكيل هاكذا يستشكيل يقول الإمار والطريق الغير العلمي إما أن تكون مسيبتاً أو لا تكون مسيبتاً للواقع إذا كانت مسيبتاً للواقع فمن لازمه اجتماع المثلين وإن لم تكن مسيبتاً للواقع فمن لازمه اجتماع الزدين وإذا كان هناك بالنسبة إلى الواقع تغيير بمعنى أن حكم الله سبحانه وتعالى طابع لفهم المجتهد عن الأمارات فهذا يكون من لازمه التسويب بما أن هذه اللواظم كلها باطلتون فلا يمكن الالتزام بجعل الحجية للأمارات الغير العلمي هذا كان إشكال الأول إشكال الثاني مستشکل يقول من لازم جعل الحجية للتريك الغير العلمي وطلب الزدين فيما إذا أخدأ الواقع يكون وجوب الجمع والأمار تدل على حرمت الجمع أو ربما تدعو الأمارت إلى زد الواجب واجب الواقع هو وجوب الجمع والأمار تدل على حرمت الجمع هذا كان إشكال الثاني إشكال الثالث هو إشكال المعروف تفويت المسلح والإلقاء في المفسد إذا كان الواقع واجباً والأمار دلت على الحرم أو دلت على الإباحة وترك المكلف العمل الواقعي فمن لازمه يكون تفويت المسلح كما أنه إذا دل على الوجوب والواقع كان هراماً والمكلف يمتثله في الواقع ألقي المكلف في المفسد وبما أن هذه المحاذير كلها باطلة وعلى الله سبحانه وتعالى يكون حكيماً فلا يمكن للشارع الحكيم أن يجعل الطريق الغير المعتبر حجةً طريق الذي من لازمه هذه المحاذير التي ذكرناها في جواب هذا الإشكال هناك طرق وهناك مجموعة من العجوبة ودخل فيها بتفسير علماء الأصول والمحقق الخراسان رضوان الله عليه أيضاً بسهمه يجيب بخمسة عجوبة عن هذا الإشكال المهم في علم الأصول جواب الأول الذي يذكره المحقق الخراساني هكذا يقول يقول ما أدعي لزومه من توالي الفاسدة فهذه التوالي الفاسدة إما لا تترتب على حجية التاريخ الغير العلمي يعني ملازم لا توجد بين هذه اللوازم و بين حجية التاريخ الغير العلمي أو إذا كانت هناك ملازم موجودة ولكن ما هو بعض هذه التوالي لا تكون باطلة كما سنبين فيما بعد إنشاء الله هذا يكون لب الجواب أو إجمال الجواب للمحقق الخراساني فهينما يقول ما أدعي لزومه إما غير لازم يريد أن يجيب عن إشكال الأول وإشكال الثاني وإنما يقول غير باطل فيجيب عن الإشكال الثالث وعلى أيها الهينما ندخل بالتفصيل سنتعرز لمجموع من هذه الأجوبة لب الجواب بنظر المحقق الخراساني ورزوان الله عليه هكذا أن عدلة هجية الأمارة تدل على جعل الهجية لها و جعل الهجية للأمارة ليس معنى أن هناك ماذا يكون أحكام تكلفية على تبقى الأمارة خبر السقه هينما يدل على وجوب الجمعة و هينما يدل على وجوب الظهر و أمثالها فخبر السقه لا يكون مفاده جعل الوجوب والحرم و أمثالها من الأحكام الخمسة بل مفاد هذه الطرق والأمارات صرف الطريقية إذن هذه الأخبار هينما تحكي عن شيء إذا كان مسيبا للواقع فيكون منجزا للواقع و في الحقيقة نحن لا بد أن نمتسل الواقع ولكن إذا كان فيها خطأ و لم يسل إلى الواقع ففي هذه السرعة ما هو؟ هذه الأمارات توجب العذر عند المكلف فشأن الأمارات والطرق الغير العلمية هو شأن أي طريق بالنسبة إلى المقصد والطريق قد يكون مسلا إلى المقصد و قد لا يكون مسلا إلى المقصد فليس هناك في مفاد الأمارات شيء في مقابل الواقع حتى يكون هذه الإشكالات إذا كان هكذا تفسيرنا و فهمنا عن مفاد الأمارات فطبعا من لازم هذا الكلام ما هو؟ لا يأتي هناك تسويب لأنه أصلا حكم لا يكون حتى نتصور أنه يقع التسويب به عبارة نخرى لا يكون إلا الحكم الواقعي و في مقابل الواقع لا يكون هناك حكم آخر حتى يبحث عن التسويب و عدم التسويب بالنسبة إلى الإشكال الأول أيضا يعني مهزور اجتماع الزدين أو المثلين و أمثالهو هذا المهزور أيضا لا يتحقق لأنه اجتماع المثلين أو الزدين فرع و قبول جعل الحكم على أساس الأمارات كما أنه طلب الزدين أو طلب الزد الواقعي أيضا كله يترتب إذا كان هناك جعل للحكم و فرض أنه أصلا لا يوجد حكم في مقابل الواقع و أما الإشكال الثالث بمعنى تفويت المثلحة والإلقاء في المفسده فبنظر المحقق الخراساني هذا إذن لا بأس بهي لماذا لا بأس بهي؟ محقق الخراساني يقول إلقاء في المفسده أو تفويت المثلحة إذا لا يكون فيه جبران فالحق معكم ولكن إذا كان فيه جبران و في اتباع الأمارة مسلحة تجبر مسلحة الواقعي فلا يوجد هناك أي محزور بي عبارة نخرى الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي والقديم طارتا يعلم أن إصابة الأمارة تصابي إصابة القطع الطريقي فتبعا في هذه السورة لا يكون هناك أي محزور سبوتا يعني الله سبحانه وتعالى لو يجعل الأمارة حجتان لا معنى للإشكال أنه هناك تفويت المثلحة أو الإلقاء في المفسده لأنه لو لم تكن الأمارة حجتان في اتباع القطع أيضا كان هذا المقدار من الإلقاء في المفسده وتفويت المثلحة وطارتا الله سبحانه وتعالى يعلم أن إصابة الأمارة أكثر من القطع الطريقي وفي هذه السورة جعل الحجية للقاطع وللزن الخاص بطريق أو لا يكون سهيحا وحالة ثالثة الله سبحانه وتعالى يعلم أن إصابة القاطع أكثر من إصابة الطريقي والأمارات في هذه السورة جعل الهجية للطريقي والأمارات في مقابل القطع لا يكون سهيحا لأن إصابة القطع أكثر من غير القطع ولكن ما هو على أي حال به شرط أن لا يكون هناك جبران وإلا مع جبران ومع درك مسلحة الواقع ومع جبران مفسدت التي يرتكبها الإنسان في صورة اتباع الأمارة الغير العلمي لا يوجد أي محزور بنظر العقل ولا يوجد أي طالي فاسد على حجية الأمارة الغير المعتبرة لعجل هذا بنظر المحقق الخراساني رزوان الله عليه بناء على هذا التفسير للجام بين الحكم الواقع والظاهري لا يوجد أي مشكل ونستطيع أن نجمع بينهما وفي الحقيقة مفاد الأمارات ليست إلا الطريق إلى الواقع ولا يوجد هناك أي حكم في مقابل الواقع هذا هو الجواب الأول لعجل هذا يقول والجواب أن ما أدعي لزومه من المحاذير إما غير لازمين وهو محذور الأول والثاني أو غير باطلين وهو المحذور الثالث أي تفويت المسلحة والإلقاء في المفسدة وذلك بيان المطلب أو وجه الأول من الوجوه التي يذكرها المحقق الخراساني لدفع الإشكال لأن التعبدك بطريق غير علمي إنما هو التعبد بجعل حجيته التعبد يكون بجعل حجية الطريق الغير العلمي جيد والحجية المجعولة هذه الهجية التي جعلت للزن الخاص وجعلت للطريق الغير العلمي ومستند هذه الهجية هو أدلة حجية الأمارات يقول فهذه الهجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدعيه الطريق الطريق قد يدل على الوجوب وقد يدل على الحرمة وقد يدل على الاستهباب والكراهة والإباهة في جميع هذه الهالات الخمسة ليس معنى حجية الطريق الغير العلمي هو جعل الحجية بمعنى جعل الهكم التكليفي بل بمعنى طريقية المهزة فشعن الأمارات وشعن الطرق الغير العلمي هو أي طريق غير معتبر آخر هو أي طريق آخر فكيف إذا كان هناك طريق؟ ذاك الطريق لا يوسيلنا إلا إلى المقصد وليس له شأن آخر فنفس الشيء بالنسبة لما نهنفه أي بالنسبة إلى الأمارات الغير المعتبرت بالنسبة إلى الأمارات الغير العلمية لأجل هذا يقول بل إنما تكون الأمارات موجبتا لتنجز تكليف به بالطريق إذا أصابت طريق الواقع وصحة الاعتذار به بالطريق إذا أخت الواقع و بإصطلاح المعروف الأمارات تكون منجزة وتكون معذرة وليس له شأن أو عمل إضافي غير هذا الذي ذكرناه لأجل هذا يقول ولكون مخالفته أي تكون هذه الأمارات وتكون هذه الأدل هجية موجبتا لكون مخالفته مخالفة الطريق وموافقة الطريق تجريا وإن قيادا مع عدم إصابته مع عدم إصابة هذا الطريق كما هو شأن الحجة غير المجعولة حجة غير المجعولة أي القادة كيف في بحث القادة قلنا أن حجيتها لا تنالها يد الجعل إثباتا أو نفيا بل من لازم ذات القادة وقلنا من جملة أحكام القادة هو بحث التجري والإنقياد أن الإنسان إذا خالف قطعه ارتكب التجري وإذا وافق قطعه فيكون منقادا نفس ذاك المتلب يأتي بالنسبة إلى الزن المعتبر بعد حجيته يعني بعد ما جعل الشارع مفاد الظاهر ومفاد حجيت خبره ومفاد خبر الواهد السق حجتا لا يجوز للإنسان مخالفته وإذا خالفه عمدا وعالما فيكون متجريا كما أنه إذا وافقه وفي الواقع كان مشتبها فيكون هذا الشخص محمودا ويكون منقادا هذا هو كلام المحقق الخراساني رضوان الله عليه بناء على هذا يقول بعدما ذكرنا هذا البحث فافا تفريعية فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو زدين لأنه أصلا لا يوجد حكم حتى نقول هذا يكون مثل الواقع أو يكون زد الواقع ولا تلب الزدين لأنه لم يجعل هناك حكم حتى نقول هذا الحكم يكون زد الحكم الواقعي ولا اجتماع المفسدات والمسلحة لأن المسلحة والمفسدات تتبعان وجود الحكم ولا الكراه والإرادة لأنهما تابعان للمسلحة والمفسدات كما لا يخفى إذن هذا الجواب الأول بالنسبة للجام بين الحكم الواقع والظاهر وهذا الجواب من محقق الخراساني رضوان الله عليه وهذا إذن بالنسبة للملاحظة الأولى والملاحظة الثانية وأما الملاحظة الثالثة أي تفويت المسلحة والإلقاء في المفسد فيقول وأما تفويت مسلحة الواقعي أو الإلقاء في مفسد الواقع يقول فلا محزور فيه في هذا التفويت أصلا إذا كانت في التعبد به إذا كانت في التعبد بهك أي بالطريق مسلحة غالبة على مفسد التفويت أو الإلقاء أفروز مسلحة الواقعية قيمتها على حسب المثال والفرض 50 ألف تومان ولكن ما هو اتباع الإمارة قيمته 100 ألف تومان أو مفسدت التي توجه إلى المكلف بسبب فوت الواقع خسارته 50 ألف تومان ولكن ربح الذي يحصله بواسطة اتباع الإمارة 100 ألف تومان في هذه الصورة لا يجد أي مشكل و فرضنا يكون هاكذا الله سبحانه وتعالى هينما عرشدنا و هينما دلنا بالطريق القطعي على حجية بعض الزنون فطبعا هذه الحجية لابد أن تكون خالية عن محزورات العقلية و عن توالي الفاسدة و عن توالي الباطلة إذن لا تصویب يتحقق لا تفويت المسلح والإلقاء في المفزد يتحقق ولا أي مشكل آخر من مشاكل التي ذكرناها إلى الآن على أي حال هذا جواب المحقق الخراساني رضوان الله عليه و طبعا بعده بعض تلامزته و جمع آخر من علماء الأصول استشکل على المحقق الخراساني رضوان الله عليه و نحن لسنا في صدد بيان إشكالاتهم مهم أن صاحب الكفاية يجيب عن إشكال كيفية الجنب بين الحكم الواقعي والظاهري و حل محزور التتعبد بالأمارة الغير العلمية بهذا الجواب الذي الآن ذكرناه نعم لو قيل باستدباع جعل الهجية للأحكام التكلفية هذا يكون جواب الثاني محقق الخراساني رضوان الله عليه يقول لقائل أن يقول أن هذه الأمارات تدل على الهجية و تدل على الحكم التكلفي أيضا هنا ما يقول صلاة الجمعة واجبتون و هنا ما يقول عليكم بصلاة الجمعة عليكم بغسل الجمعة عليكم بكذا عمل يستفاد منه الوجوب والحرمة إذا كان هناك افروس حديث في باب الغيبك في باب الحسد و في باب سائر المعاسي مثلا يستفاد منها ما هو الحكم طارة حكم الاستهبابي و طارة وجوبي و طارة علاها الأي حكم آخر بحسب المورد إذا كان هكذا فجواب الأول لا يكون نافعا مثلاً إذا ورد في الحديث الشريف ثلاث من أت الله به واحدة منهنه و لا يكون مفيداً فما هو الحل؟ أيها المحقق الخراساني رضوان الله عليه محقق الخراساني يقول حتى في هذه السورة هناك حل بهذا المعنى أن هناك حكمين عندنا و من هنا يخلق إصلاح حكم ظاهري و حكم واقعي يقول حكم ظاهري مع الحكم الواقعي يمكن جمعهما في موضوع واحد ولا يوجد هناك أي محزور مثلاً لو كان حكم الواقعي للإنفاق في حالة الإقتار هو الاستهباب المؤكد مثلاً و حكم الظاهري يستفاد متلق الاستهباب أو ربما يستفاد كراها مثلاً نرى أن الكراها يكون ضد الاستهباب مثلاً في الظاهر به نظر المحقق الخراساني لا بأس من الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري كيف يمكن حل هذا الإشكال والفرار عن محزور الزدين والمثلين والتصويف و امثالها فهم هذا الجواب متوقف على معرفة الحكم الظاهري به تفسير الذي يذكره المحقق الخراساني بناء على تفسيره يحل المشكل ولا يوجد هناك أي محزورين فيقول في جواب الثاني نعم لو قيل نعم لو قيل باستدباع جعل الحجية للأحكام التكلفية يعني إذا نقول ولو تدلو أدلة حجية خبر الواحيد على حجية خبر الواحيد ولكن لا تنفك هذه الحجية عن الحكم التكلفية به عبارة نخرى جعل الحكم الوضعي مستقلاً عن التكلفية لا يكون معقولاً و هو ظاهرم رأي الشيخ رضوان الله عليه أيضاً شيخ الانصار يقول الأصل في المجعلات الشرعي والحكم التكلفية و من بطن الحكم التكلفية يستخرج عقل الإنسان الحكم الوضعي إذاً دائماً مع الحكم الوضعي هناك حكم تكلفية بمنزلة أمهي ولا يمكن التفكيك بینهما نعم لو قيل باستدباع جعل الحجية للأحكام التكلفية أو بأنه لا معنى لجعلها لا معنى لجعل الأحكام التكلفية إلا جعل تلك الأحكام أو بأنه لا معنى لجعل الهجية إلا جعل تلك الأحكام بعبارة نخرى قالوا جعل الهجية لا تكون معقولة أصلاً هذه الأدلة تدل على جعل الأحكام يعني هينما يقول خبر الواحد السقه حجتون يعني مفاد خبر الواحد السقه يكون حكماً إما واجب وإما حرام وإما مستحب وإما مكروه على أي حال تصورين في المسألة وفهمين في هذه المسألة نعم لو قيل بوجود الحكم الظاهرين لو التزمنا أن الحكم الظاهرين يستفاد من أدلة حجية طرق الزنية إما بأنوان المدلول المطابق لهذه الأدلة وإما بعنوان المدلول الالتزامي على أي حال فاجتماع حكمين وإن كان الاجتماع يلزم نحن لا ننكر أن الحكمين في هذه السورة كلهم حكم مستقيل اجتمعوا على موضوع واحد الإنفاق في حالة الإختار اتفق فيه أو اجتمع فيه حكم واقعي وهو الاستحباب المؤكد وحكم الظاهرين وهو الكراه مثلا بعد أخي يقول إلا أن الحكمين ليس الحكمين بمثلين أو زدين مع أنه على موضوع واحد يعني على الإنفاق في حالة الإختار اجتمع حكم واحد مع هذا الحكم ليس أحدهما زد الآخر ولا مثل الآخر كيف ما هو سره؟ هل هذا يكون ممكنا؟ آخون يقول نعم لأن أحد الحكمين و هو الحكم الظاهري طريقيا ناشئا عن مسلحة في نفس هذا الحكم لأن أحد الحكمين و هو الحكم الظاهري طريقيا ناشئا عن مسلحة في نفسه يعني في نفس هذا الحكم الظاهري موجبت لإنشاء هذا الحكم الظاهري الإنشاء الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرد الإنشاء بعبارة النخرى بالنسبة للحكم الظاهري صحيح أن كل حكم فيه مسلحة و كل حكم فيه إنشاء و كل حكم فيه مفسدتون مع هذا محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول بالنسبة للحكم الظاهري حكم الظاهري مسلحته و مفسدته ليست في متعلقه بل في نفس إنشائه يعني نفس إنشاء الكراحة مثلا بالنسبة للإنفاق في حالة الإقتار نفس هذا الإنشاء يكون فيه مفسد إلى حد الكراحة أما العمل الخارجي أي الإنفاق في حال الإقتار عمل الخارجي فلا يكون فيه أي مسلحة و مفسدتين بالنسبة للحكم الظاهري يقول لأنه أحدهما طريقي ناشئن عن مسلحة في نفسه في نفس هذا الحكم الظاهري موجبت لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الإعتذار بمجرد الإنشاء من دون إرادة النفسانية أو كراحت كذلك نفسانية متعلقتين بمتعلق الحكم الظاهري لا يوجد هناك إرادة نفسانية بإنوان الكراحة بإنوان الحب والبغض وبإنوان العلائحة ما هو مسلحة والمفسد بالنسبة للحكم الظاهري إذن الأحكام طابعة للمسالح والمفاسد لا ننكرها ولكن هذه القايدة تختص بالحكم الواقعي في خصوص الحكم الواقعي يكون هكذا أما في الحكم الظاهري فالمسلحة والمفسدات لا تكون في متعلقها في نفس جعل الحكم الظاهري يكون المسلحة والمفسدات ومسلحته ومسلحة جعله أن الحكم الظاهري يجب حفظ الحكم الواقعي والوصول إلى الحكم الواقعي وليس فيه أي شأن أو أي مسلحة أخرى كما أنه حرام الظاهري يسبب الاجتناب عن الحرام الواقعي لا يكون فيها أي مفسدت بالإضافة إلى هذه المفسدة أنها مقدمة غيرية لاجتناب المكلف عن الحرام والمفسدات الواقعية لأجل هذا يقول من دون إرادة النفسانية أو كراهة كذلك نفسانية متعلقة بمتعلقه بمتعلق هذا الحكم الواقعي بمتعلق هذا الحكم الظاهري فيما يمكن هناك انقضاحهما مع أنه ممكن أن يخطر في بالإنسان انقضاح الإرادة والكراهة حيث إنه مع المسلحة أو المفسدات الملزمتين في فعلين يقول ما هو فيما يمكن هناك انقضاح الإرادة والكراهة لماذا؟ حيث إنه أن الإرادة والكراهة مع المسلحة أو المفسدات الملزمتين في فعلين إذا كان هناك في فعلين المفسدات اللازمة إذا كان هناك في فعلين المسلحة اللازمة طبعا مع وجود هذه المسلحة والمفسدات حتما تترتب هذه الأمور أي تترتب هناك الإرادة والكراهة ولكن من خصوصية الحكم الظاهري أن هناك لا تترتب الإرادة والكراهة وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى يقول هل ملزمتين في فعلين وإن لم يحدث بسبب المسلحة والمفسدات إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى أي الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون محلا للحوادث لأجل هذا ما هو الإرادة والكراهة بحالة التي تكون للإنسان لا تأتي ولا تتعرض لله سبحانه وتعالى لأن الله لا يكون محل الحوادث ومحل التغيير والتبديل يقول إلا أنه إذا أوحي بالحكم الناشئ إلا أنه إذا أوحي بالحكم الناشئ من قبل تلك المسلحة والمفسدات يعني إلا أنه إذا أوحي الحكم الظاهر بسبب الحكم الذين نشئ باللماذا نشئ من قبل تلك المسلحة والمفسدات إلى النبي أو ألهم به الولي فلا محالي انقضه في نفسه الشريفة بسبب هذه المسلحة والمفسدات الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا الله سبحانه وتعالى لا يكون محلا للهوادث ولكن النبي والإمام المعصوم عليه السلام يعرض لهم الإرادة والكراهة لأجل هذا يقول فلا محالي انقضه في نفسه الشريفة يعني في نفس النبي وفي نفس الولي عليه السلام الإرادة والكراهة الوحي يسبب علم النبي كما أن الالهام يسبب علم الولي الموجبة للإنشاء ما هو؟ إذن بناعا على رأيه حكم الظاهر لا يكون في متعلقه مثلها ولا يكون في متعلقه مفسده وعصلا لا يكون حكم الظاهر عديلا ومخالفا للحكم الواقعي إذا لا يكون هاكذا فلا يشتمه هناك لا مثلان ولا زدان لأجل هذا بعد ما بيّن حكم الطريق يقول والآخر واقعي حقيقي في مقابل الحكم الظاهري هناك حكم واقعي حقيقي ناشئ عن مسلحة أو مفسدت في متعلق الهكم يعني حكم الواقعي للإنفاق في اقتاره والاستحباب أو استحباب المؤكد المسلحة في نفس هذا الانفاق في حال الإقتار يكون موجبتا لإرادته لإرادته هذا الحكم الواقعي أو كراهته الموجب لإنشايا هذا الحكم بعثا أو زجرا في بعض المبادع العالية في بعض المبادع العالية يعني ذهن النبی صلى الله عليه وآله وسلم أو الوسيع عليه السلام وإن لم يكن في المبدع الأعلى إلا لإلم بالمسلحة أو المفسده كما عشرنا كما عشرنا الآن في صدر هذا البحث قبل أسرين قال وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدع الأعلى يريد أن يقول أنه في الحكم الواقعي وإن كان هناك مسلحة أو مفسده وإن كان هناك إرادة أو كراهة ولكن الإرادة والكراهة التي تتولدان من المسلحة والمفسده حتى هذه الإرادة والكراهة أيضا يعني التي تختص بالحكم الواقعي لا يعرض على الله سبحانه وتعالى نعم يعرض على النبي ووسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجل هذا يقول وإن لم يكن في المبدع الأعلى إلا لإلم بالمسلحة أو المفسده كما عشرنا إلى الآن قبل أسرين بناعا على هذا إذا كان الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي يقول فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة لأنه الإرادة والكراهة كانت مختصا بالحكم الواقعي بالنسبة للحكم الظاهري لم يكن هناك أي إرادة وكراهة بإعتبار متعلق الحكم الظاهري لجل هذا يقول وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا أو زجرا طارتا يكون حرمتا وطارتا يكون مثلا وجوبا وإنشاء حكم آخر طريقي بناعا على هذا التفسير أو بناعا على الجواب الثاني هنا حكم طريقي مهز أي حكم ظاهري وهنا ما هو حكم واقعي وحكم الظاهري به هذا المعنى يجتمع مع الحكم الواقعي لا يكون هناك اجتماع المثلين أو اجتماع الزدين أو أي مهذور آخر لجل هذا يقول ولا مزادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا الإنشاءين على يهال أحدهما يدل على وجوب صلاة الجمع به عنوان الواقعي والآخر يدل على وجوب الظهر به عنوان الظاهري لا بعث به تضاد لا يجد بینهما ولا يكون من اجتماع المثلين فيما إذا اتفق الإنشاءين أحدهما يدل على وجوب الجمع واقعا أي الواقع والأمارة الغير العلمية تدل على وجوب الجمع مثل الحكم الواقعي ولكن ما هو بعنوان الحكم الظاهري يقول هذا لا يكون من باب اجتماع المثلين ولا بعث به ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة لا متعلق الحكم الواقعي الإرادة والكراهة واحدة وهي تتعلق بالحكم الواقعي و أما بالنسبة للحكم الظاهري فلا يكون هناك لا إرادة ولا يكون هناك أي كراهتين بعد يقول ففهم هنا ما يقول ففهم الظاهر في وجه ففهم أن المحقق الخراسان رزوان الله عليه يقول أنه حكم الظاهري وإن لم يكن مسلحته مسلحت متعلقه أي متعلق الحكم الواقعي أي الإنفاق في حالة الإقتار ولكن على حال هذا الحكم الظاهري أيضا مسلحته هو حفظ الواقعي يكون ونفس هذه المسلحة توجب الإرادة والكراهة بالنسبة إلى النبي والوسيع عليه السلام لأجل هذا لا نستطيع أن نقول أن الإرادة والكراهة لا توجد في الحكم الظاهري نعم الإرادة والكراهة في الحكم الظاهري تتحقق من حيث و من زاوية و الإرادة والكراهة تتحقق في الحكم الواقعي من زاوية أخرى و من حيث آخر مهما كان الحال هذا كله بالنسبة للجواب الثاني للمحقق الخراسان رزوان الله عليه و طبعا هذا كله بالنسبة للجوابه يوجد هناك بعض الاشكالات من قبل بعض المحققين والمدققين على جواب المحقق الخراساني ولا نتعرض لهذه الاشكالات على اي حال الى الان استطعنا ان نجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بطريقين جواب الاول للمحقق الخراساني و هذا هو الجواب الثاني ولكن على اي حال اذا شئتم ان تحققوا اكثر و ان تدققوا فمن باب صرف فتح الباب لابد من التحقق بالنسبة الى الاصول العملية و انه حل هذه الاجوبة تنتبقوا على الاصول العملية حقیقتا املا مثلا في الجواب الاول هنا ما نقول مفاد الامارات صرف الطريق حل مفاد الامارات في الاصول العملية واقعا صرف الطريق او لا يوجد هناك اي طريقيتين اذا ما هو بالنسبة الى الحكم الظاهري و بالنسبة الى الطرق الغير العلمية هذا البحث من المباحث المهمة وتحتاج الى التنقح والدقة الاكثر و على اي حال بعضهم ارادوا ان يقول انه نحن هنا ما نجمع بين الهكم الواقع والظاهري هذا الجم مختص فقط بباب الامارات ولا يأخذ هذا الجم باب الاصول العملية و انشاء الله في حلقة المقبلة سنذكر جواب آخر للمحقق الخراساني رضوان الله عليه غفر الله لنا و لكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اللهم تفضل على علمائنا بالزهد و النصيحة و على المتعلمين بالجهد و الرغبة و على المستمعين بالاتباع والموعظاه برحمتك يا أرحمى الراحمين